ونريد أن نطلع أيضا على موقف الاتلاف الوطني وقوى الثورة المعارضة والثورة السورية تنضم إلينا حول هذا الشأن سلوى أكسوي عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني السوري من إسطنبول أهلا بك معنا حتى اللحظة لم يصدر الاتلاف الوطني بيانا حول تصريحات وزير الخارجية التركية ما السبب؟ لا طبعا أظهر أصدر الاتلاف تصريحات لكن ربما لم أتصلكم بعد لكن صراحة منذ اللحظة التي ظهرت فيها تصريحات أنا عفوا لكن عم بسمع صد صوتي نعم يعني هو الموقف الرسمي من الاتلاف أم موقف أفراد؟ طبعا ظهر بيان رسمي من الاتلاف قبل قليل لكن العمل السياسي بدأ في الاتلاف مباشرة بعد قصريحات سيد توج أولو اللي ظهرت أمس ليلا فبدأت مباشرة التواصل على المستويات بين الاتلاف وبين الخارجية التركية طلبنا في توضيح لكلام سيد رئيس الوزراء خاصة أنه كان نوعا ما في حدث صدمة صراحة لدى الشارع السوري سواء داخل سوريا أو حتى خارج سوريا وكان تواصل على أعلى المستويات واستمر لساعات طويلة تم على أثره تعديل البيان اللي فضر عن وزارة الخارجية أو توضيحه بشكل أفضل وأيضا المتحدث باسم الخارجية التركية كمان أفضر بيان هذا كله نتيجة تعاصرها عمل سياسي دبلوماسي بدأ من لحظة صدور التصريحات السيد رئيس الوزراء الخارجية بإضافة إلى صدور بيان وتصريحات من أعضاء الاقتلاف وبيان رسمي من الاقتلاف يتحدث عن أنه ما في أي تغيير ونحنا صراحة يعني منثمن أنه التواصل رد الوزارة الخارجية علينا بشكل سريع وبيطان خولة إضاحة الصورة ونحنا نقلنا لهم صراحة الجو العام اللي حدث نتيجة هذه التصريحات وطرورة توضيحها وتغييرها أمام السوريين يعني سيدة سلوى نفهم منك أن الوزارة الخارجية التركية استجابت للإتلاف وعلى أساس ذلك غيرت موقفها هي لم تغيير الموضوع ليس عبارة عن تغيير موقف هو عبارة عن شرح وتوضيح وإعادة لتأكيد الموقف التركي الأساسي منذ البداية لكن فعلا هو نتيجة عمل سياسي ودبلوماسي قامت به الاتلاف من دقائق الأولى من صدور التصريح طيب اليوم الاتلاف هو ممثل السوريين أمام الحكومة التركية إلى أي حد تنسقون فيما بينكم في مثل هذه القضايا التي تعتبر هذا التصريح يعتبر امتداد لتصريح سابق أيضا لمولود جاويش أغلو ليست تصريحا جديدا يعني يعني هذه صراحة ليست أول تواصل بيننا وبين وزارة الخارجية أو سواء وزارة نجا أو كل المؤسسات التركية الموجودة في تركيا أو الدولة التركية سواء في التصريح اللي سبق هذا أو سواء في هذا التصريح فالتواصل بشكل سريع ومباشر يتم يعني بين رئاسة الاتلاف أو الأمان العام وبين الجهة المقابلة منطرف التركي وهي صراحة بسبب هذا التواصل الفعال استطعنا في كثير من الأحيان أنه نحن نوضح بعض النقاط الغامضة أو اللي ممكن بسبب سوء تفاهم أو نعبر عن مبادئ أساسية بالنسبة لما نحن كسوريين ليست قابلة لأي نقاش أو ليست قابلة لأي تفسير آخر يعني نحن هدفنا هو المحافظة على الأسباب اللي خرجت فيها الثورة وشرحها الأسباب سواء للخلفاء أو سواء للأصدقاء أو سواء للأعداء وأنه نحن لا ينكي بأي شكل من الأشكال أن نحن نتخلى عنها نحن ملتزمين بالعمل السياسي في إطار أستانا نحن موجودين في إطار جينيف نحن موجودين اللجنة الدستورية وأيزا هائت المتوضات لذلك نحن فعلا منخبطين بالعمل السياسي يعني مع الطرف المقابل من سنوات وهذا نتيجة العمل السياسي اللي هو الاتلاف تحملوا على أخذ يعني بهذه المسؤولية على عين الاعتبار أنه هو يبثل لمبادئ الثورة مهما كان الجهة المقابلة طيب سيدة سلوة يعني برأيك هل أخذت الحكومة التركية أو الجهة التي تتواصلون معها أخذت بعين الاعتبار ما يحصل في الشمال السوري من مظاهرات وربما من مواقف سياسية وعسكرية ولنشطاء وهاشتاغات وما إلى ذلك يعني طبعا هذا الموضوع مهم جدا شكرا أنه أنت طرحت هذا السؤال لأنه في نقطة نقاط مهمة جدا جدا في هذا الموضوع من حق الشعب السوري ومن حق أي سوري أنه يعبر عن رأيه ونحن أصلا يعني من بداية من الثمانينات وليس فقط من 2011 منذ وصول حزب البعث للحكم في سوريا نحن نسعى إلى تحرير الفكر في سوريا وأن يستطيع المواطن أن يعبر عن رأيه سواء كان داخل سوريا أو خالص سوريا لذلك من حق الطبيعي أن يعبر المواطن السوري عن رأيه وعن أهدافه ويدافع عن دماؤه وعن تضحياته إلى حتى الآن لكن مهم جدا بالنسبة لنا أنه نكون حريصين جدا جدا أن هناك سعلا فئات خطيرة جدا داخل السياسة التركية داخل المجتمع التركي تسعى إلى استغلال أي شيء لضرب السوريين نتحدث عن أربع مليون سوري موجود في تركيا لذلك علينا الحرص تماما أن يكون تعبيرنا عن الرأي يكون راقي ويكون فعلا يعني يؤكد مباشرة على ثوابت أساسي أن عدونا الرئيسي وعدونا الأساسي هو عصابة بشار ونحن مستعدين للعمل مع أي حكومة أو أي شخص أو أي جهة تستعد أن تكون معنا في هذه المواجهة ولن نتخلى عن الحل السياسي مع العلم أنه لدينا خيارات أخرى موجودة فأتمنى أن نكون حريصين جدا في طريقة التعبير عن رأينا واحترام الطرف الآخر لأن الشعب التركي كله ليس واحد وهم حتى الآن مدار عشر سنوات صراحة أثبتوا أنهم نجحوا في انتحان كبير يعني ليس بالقليل لذلك لا يجوز أن نترك كل هذا جانبا وأن نركز على نقطة ربما تكون تم إضاحها وتم تجاوزها مع تأكيد بشكل كامل على حقوقنا وعلى رأينا وعلى ما قدمناه حتى الآن ولن نتنافر بأي شكل من الأشكال وعدونا الأساسي والرئيسي هو موجود الآن في دمشق بالإضافة إلى روسيا وإيران شكرا لك يا سيدة سلوى أكسوي على مشاركتك معنا وأنتي عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني